أنا أتفق معك أن الولايات المتحدة ترسل العديد من الرسائل بطرق مختلفة إلى إيران وبالتحرك أو بتحريك أصولها العسكرية في المنطقة هذه رسالة قوية لإيران تخبرهم بأننا مهيئين أولاً لندافع عن حلفائنا ألا وهم إسرائيل وثانياً أن ندافع عن حلفائنا بين الدول العربية في منطقة الخليج وثالثاً من أجل أن نثأر ضد إيران إذا ما قامت بضرب أي من المصالح الأمريكية وربما لهذا السبب قمنا بتحريك الأصول العسكرية في المنطقة وجعلنا من الأمر معروفاً أننا حركنا بهذه الأصول كذلك أن نحرك بعض الأصول بشكل هادئ وشكل غير مكشوف نحن لا نريد أن نقوم بكشف كل ما نقوم به من حركات العسكرية ونكشف ما هو الرد لإيران ولكنها رسالة قوية من الولايات المتحدة إلى إيران أننا علينا أن نبقي الأمور هادئة وأنه سيكون هناك رد أو ثأر من قبل إسرائيل ولا يجب أن يتصعد الأمور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر